موسيقى السلام عليكم وأهلا بكم في دقائق إخبارية أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الرقل الصغير من عزيز أن مستقبل اليمن وأمنه واستقراره يرتكز على إعادة بناء مؤسسة عسكرية وطنية متماسكة وموحدة يكون ولاؤها لله والوطن وثوابته جاء ذلك خلال زيارة إلى مقر اللجنة الأمنية والعسكرية في العاصمة الموقعة عدن واطلاعه على خلاصات حول طبيعة الخطط والمغترحات المتعلقة بهيكلة وتنظيم القوات المسلحة والأمن وما أنجزته اللجنة في إطار المهام الكبيرة الموكلة إليها وقال الفريق بن عزيز أن ظروف المعركة الوجودية التي يخوضها الشعب اليمني تستدعي من الجميع توحيد الجهود في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة والسعادة الدولة ودحل تنظيم ميليشيا الحوث الإرهابية المدعومة من إيران ورديفاتها من الجماعات الإرهابية وشدد الفريق بن عزيز على ضرورة توحيد جبهة الرصاصة والكلمة موضحان تحقيق السلام والأمن في اليمن والمنطقة مرتكز على إنهاء التمرد الحوثي ودعم القوات اليمنية بما يحقق رفع جهزيتها لأداء واجباتها الدستورية والمشاركة الفعالة في تعزيز الأمن الإقليمي والعالمي وأمن الملاحة قال رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركالي أن الدولة المتمثلة بالشرعية الدستورية والضامنة للحقوق والحريات وسيادة إنفاذ القانون على أساس العدلة والمواطنة المتساوية هي وحدها من ستجعل اليمن أكثر أمنا واستقرارا وحضورا في محيط الإقليمي والدولي وأعرب البركاني خلال لقائه السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كامون عن تطلعه إلى دعم اقتصادي دولي أكبر للحكومة وخططه لاستجابة الإنسانية من أجل إحلال السلام في اليمن وأشر البركاني إلى السمرار من شرحوثي في مسارها المدمر وممارساتها الإرهابية والإمعان في إغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة عبر السهداف المنشآت الحيوية وأنشطة القطاع الخاص والحريات العامة وحصال المدن الأمر الذي يؤكد بصورة واضحة عدائيتها المتأصلة ضد الشعب اليمني وعدم الاكتراث لهول الكارثة التي نفقد بسببها يوميا العديد من الأرواح إلى ذلك أكدت فرنسا مواصلة دعمها لوحدة اليمن والاستقراره وشرائته الدستورية وقالت أن دعم اليمن يحظى باهتمام على أعلى المسويات في الإدارة الفرنسية جاء ذلك على لسان السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قين كامون خلال لقائها رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني لبحث تطورات الأوضاع على ساحتين الوطنية والإقليمية والدول الداعم الذي يجب أن يقدمه المجتمع الإقليمي والدولي لأحلال السلام والاستقرار في اليمن وأشرت السفيرة الفرنسية إلى أن زيارة سفراء دول الاتحاد الأوروبي مؤخرين للعاصمة الموقعة عدن وتقديم أوراق اعتماد عدد منهم مؤشر يؤكد سمرار الدعم لليمن والتعاون المشترك بالرغم من كل التحديات التقى محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبق اليوم المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ وسارض محافظ البنك لنعكاسات السلبية للأحداث الجارية في المنطقة والعالم على الأوضاع الاقتصادية في اليمن التي تعاني من أزمة إنسانية غير مسبوقة نتيجة الحرب التي فجرتها الميليشيات الحوثية الإرهابية منذ عشر سنوات والتي تضاعفت تأثيراتها بمهاجمة مرافق ونقلات النفط وتوقف تصدير النفط وحرمان اليمن من أهم موارده وتطرق المعبق إلى تأثيرات تطورات في البحر الأحمر وانعكاسات على تكلفة النقل والتأمين مما خلق أوضاعا اقتصادية وإنسانية صعبة في ظل تقاع سن المجتمع الدولي عن القيام بواجباته والوفاء بالتزاماته وانعدام أي آفاق للسلام بسبب تعنت الميليشيات الحوثية من جانب أكد المبعوث الأمريكي السمرار الدعم الشعب اليمني والإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي وتعزيز آليات اندماج القطاع المالي والمصرفي اليمني بنظام المالي الإقليمي والدولي نظم عدد من المواطنين في تعز وقفة الاحتجاج على من شطبت أسماه من المساعدات المقدمة من منظمة الغذاء العالمي بمديرية المصراخ وطلب المحتجون بسرعة إعادة أسمائهم مؤكدين تفاقم الوضع المعيشي للسكان المنطقة جراء توقف المساعدات 38% من نسبة المستفيدين من برنامج الغذاء العالمي في المناطق المحررة في محافظة تعز تم استبعادهم من المساعدات أي بإجمالي 33 ألف مستفيد مما سيوثر على الأسر الأكثر احتياجاً من يعتمدون على هذه المساعدات في مواصلة حياتهم الله العظيم والله إن قرية كامل من لما المنظمة تغوي ثلاثة أربعة شفر ما يدخلوا قطم دقيق غرب الكيلو والله العظيم إننا إحنا أحياناً نرقد قياع يا الله إحنا نأكل عيالنا روتي ما يقيش سبعة روتي رقعنا بخمسمية أشياء بخمسمية سبعة روتي ما يقيش والله إحنا نشتري بألف روتي نأكل يا الله نشبع القوهر نحنا نرقد قياع حرم عليهم حاربوا نحنا بس سلحة لأني حارقوا نحنا يزودوا بالمواد الغذائي ما أقول لكم تسحنا نحنا نزدنا من اللغاثة ونمعي عيال ونمعيش أحد شقي عليها عيال أول واحد دواء عدو كبير دواء ثاني عددي طالبنا نحنا نشتري ترقع حقنا المال الغذائية تدهور بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية للمواطنين بشكل لم يسبق له مثيل وإصابات بسوء التغذية والزياد معدلات الجوع وخاصة بين الأطفال والنساء مما دع المواطنين بمديرية المصراخ جنوب مدينة تعزل الخروج للعلن لدعوة السلطات المحلية بالمحافظة إلى سرعة التدخل وإيقاف الكارثة التي سببها برنامج الغذاء العالمي الناس الفقراء الفقراء فعلا تم إسقاطهم والناس المويسورين والقادة والمسؤولين بقت أسماءهم والناس التجار والله التجار قملة بقت أسماءهم والناس الذين لا يملكون قوت يومهم سقطنا نرقون من لقنا ومن نظمة إعادة النظر نحن ضعف قلنا نقول لك أرامل مساكين ونحن بخط النار ونحن حارب ونحن عالما دارين أنتون بحلاء حالنا بظروفنا ومعيشتنا لا لنا لا حول ولا قوة الآن نحن بحارب ريالنا هذا حكو مضاعة ومعاد نحن مشارحين لللقمة بتنشتقي نأكلها على ما من الدبة مع معانا شغيري والله ما من الدبة وغلقت ثلاثة أشهر قاهمة الآن تقي مع معانا الكثير من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية بمحافظة تعيش وضعا إنسانيا سيئا جراء الحرب والحصار الحوثي إلا أنهم تفاجأوا خلال الأيام الماضية بإخطارهم بأن أسماءهم قد شطبت من كشوفات المساعدات ليصابوا بالحسرة والقلق رافعين أصواتهم لأصحاب القرار بالمحافظة التدخل فهل سيسمع صوتهم وتتحرك السلطات المحلية لعمل الحلول العاجلة قالت مصادر محلية أن القيادية في ميليشيا الحوثي علي بن علي النوع يسعى للسطو على أرضية واسعة من أراضي جامعة إب تحت مباررات واهية ونشر أكاديميون في الجامعة بيانا استهدنوا في محاولات السطو على أراضي الجامعة وأكدوا أنها مؤسسة علمية تهم كل أبناء المحافظة وأن أي اعتداء عليها يعتبر اعتداءا على الجامعة ووفقا للبيان فإن الحرم الجامعي الحالي يتم أو تم تحديده قبل قرابة ثلاثين عاما عند إنشاء الجامعة وأن متطلبات واحتياجات الجامعة حاليا تستوجب تخصيص أراضي إضافية للجامعة وليس اقتطاع أجزاء من الأراضي الحالية ودعا البيان جامعة منتسبية الجامعة وأبناء المحافظة وكل أبناء اليمن الوقوفة بحزم وصرامة وجدية ضد أي محاولة لإقتطاع أي جزء من أراضي الجامعة دشنا محافظ حضر مهتم بخوت مبارك من ماضي العمل بمحطة معالجة المياه بمشروع تشغيل مركز فاطمة بابطين الطبي لرعاية مرضى الفشل الكلوي بمدينة سيئون واطلع المحافظة على مكونات المحطة كما تفقد أحوال المرضى بالمركز مستمعا من مدير مراكز فاطمة بابطين الطبية لمساعد بارويشد إلى الجهود المبذولة من الطاقم الإداري والطبي والفني لتقديم أفضل الخدمات للمرضى من مختلف محافظة الجمهورية وتأتي محطة معالجة المياه بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي كلانا عبر الشريك الميداني مؤسسة صلة للتنمية وتعد المحطة واحدة من أكبر وحدات المعالجة للمياه بمراكز الكلاب الجمهورية اليمنية حيث تغذي أكثر من 54 جهازا في وقت واحد بسم الله الرحمن الرحيم نحن السعادة اليوم أن أرى هذا التطور كبير على هذا المركز مركز حاطم البطن وبعد تدخل الأخوة في مركز الملك سلمان أكيد أضاف نقلة نوعية واليوم أيضا جمعية الأمير فهد بن سلمان أكملت عام في التدخل في هذا المركز ويعتبر هذا المركز النموذي في الجمهورية بشكل عام طبعا نحن نفتخر أن يكون هذا في محافظة حضرموت ويزيد فخرا أنه ليس لأبناء حضرموت فحسب وإنما لأبناء الجمهورية اليمنية بشكل عام فهذه خدمة علاجية طبية إنسانية تقدم في هذا المركز نتوجه بالشكر الكثير لمركز الملك سلمان والجمعية الأمير فهد بن سلمان والقائمين على هذا المركز ونحن في السلطة المحلية نقدم كل ما نستطيع لهذا المركز وفي النهاية هو خدمة لأبناءنا ولأبناء هذه المحافظة والأبناء الشعب اليمنية فاز نادي البرق بمدينة تريم اليوم بكاس حضرموت في نسخة الثامنة بعد فوزه بضربات الترجيح على نادي المكلة بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي واحد واحد وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا فاق الخمسين ألف متفرج من مختلف مديريات المحافظة حيث شهدت المباراة حماسا جماهيريا كبيرا من رابطتين مشجعي نادي البرق ونادي المكلة وكان فريق نادي سمعون بالشهر أحرز عصر أمس الخميس المركز الثالث والميداليات البرونزية عقب تجاوزه بركلات الترجيح فريق نادي الاتفاق بالحوطة بعد تعادلهم السلبي خلال شوطي اللقاء بهذا الخبر الرياضي تنتهي دقائق إخبارية نلتقيكم في دقائق إخبارية قادمة بمشيئة الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة